السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأخبار رحمة الله ورحمة الله وبركاته معكم بخير في الفيديو ذا دكتور إبراحين دويش هيكلمنا عن عائشة وتدبر القرآن مشاهدة ممتعها إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عائشة وتدبر القرآن هو عنوان هذه الحلقة عاشت عائشة حياتها كلها مع القرآن فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان تدبرها للقرآن هو سر تميز شخصية عائشة وبرزها عيشها مع القرآن سر التوفيق في حياتها وبركة علمها إنها رضي الله عنها من ذوي الألباب الذين قال الله تعالى فيهم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فقد كان لأمنا عائشة الحظ الأوفى والنصيب الأعلى من التلاوة من الفهم من التدبر لهذا الكتاب العظيم كيف لا وهي ابنة الصديق وزوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تعالوا نعطر سمعنا ونطيب يعني قلوبنا قليلا ننظر كيف تعاملت الصديقة مع القرآن الكريم لقد كان القرآن يتنزل على زوجها وعلى حبيبها وفي بيتها وهي ترقب ذلك بكل تفاصيله منذ نعومة أظفارها قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجاريه ألعب قول الله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وتقول كما في البخاري وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم إذن هي تسع سنوات في مهبط الوحي وقد نزلت آيات كثيرة بسبب عائشة مثل آية الإفك التيمم وغيرها ورأت كيف ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات فقالت لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أن ينقطع وإن جبينه ليتفصد عرقا أن يسيل وكانت تقول إن الآية كانت تتنزل علينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحفظ حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها تأملوا فهمها لعمق القرآن قالت رضي الله تعالى عنها نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندعو الخمر أبدا ولو نزل ولا تزل لقالوا لا ندعو الزنا أبدا ما شاء الله هذا الفهم عند عائشة يرتب خريطة الأولويات التي ينبغي أن يسير عليها الإنسان فلا يقدم المهم على الأهم ولا الحسن على الأحسن ولا ما مصلحته قليلة على ما مصلحته كثيرة هكذا كان فهمها بالقرآن ها هو ابن أخيها القاسم بن محمد يصف لنا جانبا من علاقتها بالقرآن بل ليبصرنا من طرف خفي بصورة من صورة حياتها مع القرآن كيف كانت تقرأ القرآن يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخي عائشة وربيبها بعد وفاة والده محمد يقول كنت إذا غدوت يعني إذا قمت بدأت يوم منذ الصباح غدوت وبدأت ببيت عائشة أسلم عليها فغدوت يوما فإذا هي قائمة تصلي وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتدعو وتبكي وترددها قال فانتظرت حتى مللت الانتظار فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي وتردد الآية يا الله أن يعقل أن يكون الفهم والتدبر والنظر لآية من آيات القرآن بمثل هذه الحال وبثل هذا الوقت نعم يعقل إذا كانت عائشة هي القارئة وهي المتدبرة آية واحدة لساعات سبحان الله تستغرق في الآيات يعني تستعذب طولها تستعذب معانيها ولما العجب أليس هذا هو منهج زوجها وحبيبها في قراءة القرآن ومدارسته صلى الله عليه وسلم أبو ذر يقول أنه صلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يقرأها عليه الصلاة والسلام ويرددها طوال ليلة يقول أبو ذر فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها قال إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا كما رواه أحمد إذا تلاوت عائشة وفق تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تبنى شخصيتها هكذا تبنى الشخصية الإيمانية مع القرآن هكذا بنت عائشة شخصيتها هكذا قوت علاقتها بربها إنها لا تركع مجرد ركعات ولا تقرأ مجرد آيات بل هو منهجها الأصيل في تلاوة القرآن القائم على التدبر والفهم والتأثر فلا تقرأ القرآن كقراءة الشعر يقول خباب بن أرد لرجل تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه أي من كلام الله هكذا كانت عائشة في التفكر في آيات الله المنزلة في تعقلها للآيات ومحاولة فهمها تطبيق لقول الله تعالى أفلا تعقلون أفلا تدبرون أفلا تنظرون أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كانت عائشة تفهم الآية تعقل الآية تفهم المراد من الآية لعلمها أن الله عز وجل أنزل القرآن لذلك لا لمجرد تلاوتها التلاوة وسيلة يا إخوة يا أخوات التلاوة وسيلة وسيلة للفهم ولذلك قال ورتل القرآن ترتيلا حتى يكون أكثر وقعا في القلب وأكثر فهما في العقل والتعقل عائشة أم المؤمنين قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا أليس اليوم أصبحت تلاوته هدفا؟ الحفظ هو الهدف الكثير يردد أمنية حفظ القرآن أمنية أن أختم القرآن هذا جميل لكنه ليس الأصل بل الأصل فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن ولذلك قال الصحابة كان الرجل فينا إذا حفظ سورة البقرة عظم في أعيننا لماذا؟ لأن حفظه عن فهم وعن عمل يقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة في سورة المؤمنون قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إذن عائشة صححت الفهم الأول عندها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه القراءة المتدبرة للقرآن يؤتى الإنسان العلم والفقه ويكون للقرآن أثر في حياتنا عائشة لم تنى لهذه المكانة وهذه الدرجة عن كسل وتسويف وقراءة القرآن يهذ هذن بل بجد وتدبر وكثرة سؤال وصبر وبهمة وعزيمة وإخلاص لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادة الآمال إلا لصابر لنستمتع بالقرآن لنذوق جماليات القرآن وروعة القرآن هو كلام ربنا سبحان الله استمرأنا كثيرا القرآن لأنه بين أيدينا في كل لحظة ونسمعه في كل لحظة هذه نعمة الله علينا يعني نزل بلسان عربي مبين كنا عربا فأنعم الله تعالى علينا بأن القرآن نزل بلسان عربي والله العظيم إذا أردت أن تعرف فضل الله عليك انظر كيف يعاني غير العربي من فهم القرآن فضلا عن تلاوة وقراءته وقد واجهت كثير من الأعاج المساكين يعني يشكون كثيرا من صعوبة فهم القرآن يا سبحان الله إلى هذا الحد عند يفوت علينا أن نستمتع بالقرآن وأن نقرأ القرآن وأن ننظر القرآن لو تأملنا سورة الفاتحة التي نقرأها في اليوم والليلة سبع عشرة مرة نرددها نكررها ثم قد لا نقف مع معانيها هل سألت نفسك في يوم من الأيام لماذا الله عز وجل فرض علي قراءة الفاتحة سبع عشرة مرة في اليوم والليلة هذا في الفرائض فقط لماذا هناك أسرار في التكرار جاءت بها الأحاديث والأثار والله لو قرأنا سورة الفاتحة وفهمناها كما أراد الله تعالى لها أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة والله لو قرأناها بفهم عميق لكان حال أمتنا غير هذا الحال فقد وعدنا ربنا في محكم تنزيله فقال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ذكر يعني فيه عزة وفيه ذكر نذكر فيه فيه رفع لنا وسوف نسأل عنه وإن شعرت بنقص فيك تعرفه فغذي روحك بالقرآن واكتملي السؤال الأهم الذي أختم به هذه الحلقة كيف يا ترى وصلت أم المؤمنين إلى هذه المنزلة العظيمة الإيمانية العالية والعلاقة السامية مع القرآن الكريم عائشة أم المؤمنين أسكو بي أولا بعلمها أن القرآن فهما وتدبرا هو أصل الأصول لبناء أي شخصية تبحث عن التمييز والرفعة في الدنيا والآخرة ثانيا كان لها مع القرآن منهجية مخصوصة وأوقات مخصوصة ومحددة تجلس فيها بكل صفاء وحضور ذهن ثالثا النظر للآيات ولمعاني الكلمات فيها والسؤال المستمر عما لا تفهمه منها رابعا تدارس القرآن مع أهله من المتخصصين ومناقشتهم والتحاور معهم في تفاصيله أخيرا كانت عائشة تتمثل القرآن في التطبيق العملي لمعاني الآيات في كل شؤون حياتها ترجمة نانسي قنقر